طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من هيئات ومؤسسات الدولة بدعم صندوق دوي الهمم بمليار جنيها تدفع من الصندوق الخاصة بهذه الهيئات جاء ذلك ضمن فعليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف طيب قبل ما سيبكم أنا كنت بسعى لوزير الشباب بقول له أخبار الصندوق بتاع رياضة ايه؟ أو الصندوق بتاع زاو الهمم يعني وبعدين لقيت يعني معالي مستشار رئيس البرلمان قال لي احنا فندم نعمل يعني قانون ننظم به الموضوع أكتر وننظم به يكون فيه مصادر للصندوق أكتر عشان تقدر تعمل خدمات أكتر لولادنا وبناتنا يعني وأنا كنا من كم يوم كده بنتكلم على السنديق وكلام لهذا القبيل ونسمحوا لأن أنا بطلب من دعم الهيئات اللي أنا حول أسماء هدية أو السنديق اللي أنا بقول أسماء هدية هاية قناة السويس الصندوق بتاعي يطلع مئة مليون صندوق الشهداء المصابين يطلع مئة مليون الصندوق بتاع الرعاية الصحية أو التأمين الصحي يطلع مئة مليون والصندوق بتاع في وحده لسه في وحده لسه يبقى هاية قناة السويس وبعدين التأمين الصحي وبعدين الشهداء المصابين والصندوق الإسكان دكتور مصطفى يطلع مئة مئة مليون يطلع مئة 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 مليون والفري محمد السندوق بتاعكم يطلع خمسمائة مليون